صفقة بسبعين خمسة وسبعين مليار دولار بمقتضاها المفروض فرنسا كانت هتورد غواصات إلى أستراليا أستراليا ألغت الصفقة واستبدلتها بصفقة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطان فرنسا ألبت الدنيا استدعت سفراءها من أمريكا ومن أستراليا تحدثت عن كذب تعرضت له عن طعنة في الظهر حتى الحفلة الدبلوماسية التي تعملها السفارة الفرنساوية في واشنطن وهي حفلة لها رمزية كبيرة جدا لحاجة حصلت من 230 سنة لها رمزية كبيرة أوي في العلاقة الفرنساوية الأمريكية اتلغت كل هذا الرد الدبلوماسي الشديد جدا هل فقط لأن الموضوع اقتصاديا كبير صفقة لها حجم محترم أوي ولا هناك ما هو أبعد من ذلك أنا في رأيي هناك ما هو أبعد من ذلك وهو أنه أيا كان مين اللي حيورد هذه الغواصات فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا في نهاية الأمر القصة هذه الصفقة جزء جزء مهم جدا من بناء هيكل سياسي وعسكري غربي في المحيط الهادي إزاء التوسع الصيني في هذه المنطقة اللي هي هذه المنطقة شرق أسيا والمحيط الهادي هي منطقة الخروج الصيني للعالم استبعاد فرنسا من هذه الصفقة في الرؤية الفرنسية هو استبعادها من واحد من أهم إذ لم يكن أهم ملف استراتيجي بيواجه الغرب هذه الأيام ولذلك الخارجية الفرنسوية وهي تعلق قالت أنه هذا اللي حصل يستدعي أنه فرنسا تفكر في مستقبل علاقتها مع حلف شمال الأطلانتي اللي هو النادي الرئيسي الاقتلاف الحلف الأهم الغربي لمناقشة وللعمل في كل الملفات الاستراتيجية في العالم فالنقطة أبعد كثيرا من مجرد الجانب الاقتصادي في هذه الصفقة مرة تانية هو استبعاد فرنسا مما ترى واحد من أهم إذ لم يكن أهم ملف استراتيجي غربي فأهم مسرح عمليات للغرب هذه الأيام اللي هو المحيط الهادي وهو أهم لأنه المجال الذي تخرج منه الصين للعالم النقطة التانية هنا أنه فرنسا هي الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لديها إنقانيات عسكرية تخليها تستطيع أن هي تكون جزء من هيكل عسكري يدخل أصلا في هذا الملف فاستبعاد فرنسا هنا إلى حد بعيد هو استبعاد للاتحاد الأوروبي نفسه السؤال بقى النهاردة مش بس هل هناك تصعيد ديبلوماسي ولا حيكون فيه تخفيف ديبلوماسي ده مهم من متابعاته بس الأهم عمق الموضوع هو هل اللي بيحصل ده تعبير عن غضب ولا موقف تفاوضي أنا في رأيي هو موقف تفاوضي من فرنسا لأنها تريد العودة مش بس للصفقة ولكن للاتفاق لبناء هذا الهيكل السياسي العسكري في هذا الموضوع الاستراتيجي والنقطة دي احتمالية عودة فرنسا أو لا هي اللي تستحق المتابعة في هذا الموضوع